السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصفتنا علينا هاليوم هي حلوة راقية بمقادر اقتصادية هاد الحلوة راح تكون محشية بوحد الحشو بزاف ابنين في صورة ويبن لكم كاغامل بصح هاد الحشو مشي كاغامل راح نخليكم تشوفوا هاد الفيديو للاخر باش تكتشفوا معايا المقادر وطريقة التحذير بالنسبة المقادر هاد الوصفة عندي هنا مئتين وخمسين قرام تامر قارين تكون بدنجة حرارة المطبخ نزيد عليها تلت مغارف كبار سكر ناعم الي هو سوكر غلاس ومغرفة صغيرة تعالفاني اهنا تعالفاني تحبو تديروها تحبو تديروهاش تقدرو مديروهاش بس كدجانة نحن نديرو نيس كافي وشنو انا هاداك الميلانج تعالفاني مع نيس كافي يعجبني بساف نخلط مليح هاد المقادر تحبوه هادا تخدموه بالباتوغ تقدرو تخدموه اهنا بعد ما خلطهم نزيد حبابيد زائد صافر بيضاء عندها حبابيد ديتها كومبلي والدوزيام ديت منها غل الصفر برك وندخل هاد البيض في الخاليط اللولاني هنا ضروري يتحركوا مليح حتى يقول لكم هاداك القاوم يشغل كريمة لا تبدأوا تحسوا بلي زبدة وحدها و البيض و لانا شفوه هنا بقيت نحرك و بعد زائد مغرفة كبيرة كاكاو بوني مور لا تديروش الكاكاو الاسود و زائد مغرفة كبيرة كبيرة و نخلطهم كامل كيف كيف بعد ما خلطت مليح نزيد نصف كاس بيسكوي نصف كبيرة و نريد نصف كبيرة و نضيف اي نوعية تكون عندكم انا هاولك البسكويت اللي استعملته و نضيف منه نصف كاس و بعد هنه يرح نزيد المكون اللي حيعطيني بنا هيلل هاد القاوم و اللي هو عجينة سبيكولوس هادي عجينة سبيكولوس تاعة مغلوند هي نصفة طبق الأصل على زبدة زبدة لوتوس و كما نعرفه زبدة لوتوس حلوة بزاف و غالية بزاف هادي لالا هادي الحلوه التاحا في المعقول ممسار تاحا في متناول جامع منتو الجزائري 100% طبيعي انا حنعطيكم يعني رأيي شخصي كي تجربت هادي عجينة سبيكولوس صدقوني اعطيت لي واحد البنة لقاطو مكوش نيماجيني هي جيبنين قع هاكا قلت سبحان الله يعني نزيدو غير مكون لدينا قامل ولكنك سبب المرات من المره نحكي لكم لدينا دعوه هادي وصفة وعلى بالي ستعجبكم و هناك هو الخاص اقي المال قمو له هادي عجينة سبيكولوس وهاء تباع أنه بيعه دوزان عجينة نضيف المقادر كامل و نضيف الفارينة نضيف زوج كيسان فارينة و دايما الكاس يكون ممسوح و الحجم الكاس اللي نخدم به انا هو مئتين وعشلين ميليليتر و احنا حطيت زوج كيسان و هذا الكاس تنوجده باش ام بعدك نجي نخدم نلقاها واجد ساشيته خميرة كيميائية نضيف العجينة و نضيف الفارينة بشوية حتى نحصل على العجينة تكون طرية العجينة ستبلي مخصوصة فارينة و نضيف الكاس تالت و نشوف العجينة تكون طرية بزاف لخطر فيها الكاكا و فيها البيسكوي و هادو يعني حيخلو العجينة تمتمتع و تشد روحها انا هنه زيت مغرفة فارينة معنت هاد ديت ثلاثة كيسان و مغرفة تاع فارينة و هاي اللاجينة اللي تحصلت عليها انا هيجبت هاد المولتع سيليكون انتو ما استعملوا يعني اي نوع يكون عندكم الليسانسيال اللي يكون فيه في الوسط هذاك الفراغ باش قم بعد لقاطو تعنا راح نحشوه باش ميجيش ناشف بزاف لازم نديرولو حشو انا هاد المولتع السيلي يكون لاني نخدم فيه عني نحط فيها عجينة اللي يكون الوزن التاحها ثمانية وعشرين حتى لثلاثين قرام هكاكاك و سيوك فاش تسقمو هاديك العجينة صغطو في الطرف يعني تضغطو ملاح باش ميبقاش الفراغ للداخل انا هنا ها نعمر هاد المول انا كان عندي غير واحد برق بقيت نضيب تسعة احبيت انتو ممل احسن شروزوج باش طيبو بثمنتاش خير انا دايما المولتع السيلي كون كينجي نضيب يعني يلقاطو فيه نقلبو و نحط هاد سنية وفي فرن يكون شعلتو على درجة حرارة مية وستين داراجة نشعل المل تحتا واحد العشرين دقيقة بعد نحي المول باش نشعلو من الفوق اهنا يلقاطو تعي بعد ما طاب وخليتو برد احنا لازم يبرد مليح وماشي هادي هي الكمية كامل ما زالت عندي عجينة وحد اخرى راح نعمر هاداك الفراغ بعجينة سبيكيولوز راح نحطها كي ما راهي من زيد لها يعني احتاحها جامد ديروني مكسارات نيوالو خلوها هاكا و راح تعطيكم بنا هيل القاطو اهنا تحبو تفرغوها فلابوش سينو تحبو تخدموها هكا بمغرفة هي تقدرو بالمغرفة يعني نجيكم ساهلا خير بس كعلاج ما راهيش تقيلة بزر و ما راهيش مايها يعني تقدرو تحكمو فيها نكمل نعمرهم كامل راهي واحد الريحة تع هاد لقاطو و ش نحكي لكم من يحبتكم كاملداة و stringمو منو اهنا معا اكملSuper ندخلهم للثلاجة نضم في الثلاجة بالنسبة لانتشف عجينة تسبيكولوس و نكمله الوصفة نقل حضر شوكولة بالحليب اخوض شوكولات نستطيع التصوير ميلانج شوكولة بالحليب مع شوكولة نواغ نضيف ميتين قرام دايماً هاد الباطا ميتين واربعين قرام دايماً نحي ربعة حبات شوكولة ميتين قرام ورح نخدم بالميتين قرام ميتين قرام ميتين قرام نضيف نضيف شوكولة بالحليب و نضيف 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 حمام ماء بالخف نضيف نضيف حمام ماء و نضيف نضيف دايماً نضيف فوق الكاثرونة و نضيف نضيف كبش شوكولة ميتين ميتين نضيف حمام ملحة نضيف نضيف حدث نضيف تجدوه الكنجيلاتور من الساعة وتجبدوه متخلوهش يجمد مليح لو كان لقاتو يجمد مليح وديرو له شوكولة هذيك شوكولة غير تنشف تبدأ تترتق كشوكولة تتكسر هجعلش هو بارد بزاف وشوكولة سخونة بزاف القلاساج يتكسر لكم على هذي قطلوه قسم هذك الحشو يشدوه وحوبرك ينشف ونديل القلاساج تاعي عادي كيما دايما نديرو معاكم ونكمل لنقلاسي كامل قاطو تاعي ونديرلو تزيين خفيف على حسب وشي يكون عندكم في الدار سينا وكي تتلفلكم كامل ديرو خطوط هكاك بالشوكولة ولافايدوغ وسالة أنا القاطو تاعي ديرتلو نوعين من التزيين النص هكا خربجتهم غير بالشوكولة والنص ديرت فوقهم هذيك الشوكولة غابية يتبع في الأسواق وقدرت لهم لافايدوغ وكيما راكم تشوفو الشكل تاعو جاب بزاف شباب حلوه يعني بزاف راقية تقدرو توجدوها في المناسبات تاعكم ما تشتش كامل يد ما من المقادير تاحامة شي بزاف يعني كنشوفو احنا شكل هكا وقولو باينة استقام هيا في نالمومة في هاوالو حتى الباديل تاع زبدة لوتوس وجبته لكم وصومة عوما شي غالية نقسم لكم هنا حبا باش شوفو القاوم تاع الحلوة تاعنا كفشراه للداخل شوفو كي قسمتها يعني تقسمت معايا بالخف هتلقاطو جات فيه وحدة تقرميشة من هاذاك البيسكوي ووحدة الريحة تاع عجينة السبيكولوس اللي اعطاتو بنا هيلة نزيد نقسم لكم تانيك بيدي شوفو يعني كراني نقسم ويتقسم معايا بالخف ما جاش كامل يابس وانشاء الله كامل تجربوا هاد البصفة وعلى بالي حتعجبكم دوك وصلنا النهاية لفيديو تاع اليوم مبقى لغين قلكم طالوا في روحكم ونتلاقاوا انشاء الله في وصفات اخرى مع السلامة